بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وسلام معاكم شرح طريقة عمل الجيل بريك عن طريق سبيرت اللي يساوي الجيل بريك على البروتروم الجديد والتحديث الجديد اللي هو 3.1.3 للآيفون 3GS طبعا شغال مع 3G وشغال مع 2G أتوقع وشغال مع الايبود تاتش وأيضا مع الايباد اليوم نشرح لكم بس عن طريقة الايبود تاتش لانا الايفون 3GS حقي عملت له الجيل بريك خراس طبعا الخطوات هي نفسها بالضبط أول حاجة أوريكم بس الأصدار هنا الأصدار زي ما تشوفون هنا 3.1.3 طيب 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 أول حاجة تشبك تشبك الجهاز على الكمبيوتر طبعا أنا بشرح لكم على الماك وحاجة تختار حجمة تفتح البرنامج باسمه تفتح البرنامج بسيطة ايبود تتوش 2G 3.1p3 مجرد ما تضغط الزر سيعمل لك الجل برايك الآن نضغطنا الجل برايك على طول يظهر يطفل جهاز الآن نعمل من جديد جيك الخلفية هذي وحيعمل لهو الجيك زي ما تشوف فيه شريط هنا اول ما ينتهي شريط يشتغل معك الجهاز وبرنامج السيدية موجود من ضمن قائمة البرامج عندك شريط هناك شريطان المثلي زاد عندك هنا السيدية داما زاد عندك السيدية خلاص ممكن انك تعمل الشغرات اللي تبغاها طبعا من الامور اللي انحلت مع الجيل بريك هذا اللي هو سبيرت بالنسبة للبوتروم الجديد حيشتغل معاك على طول حتى اذا تسويتي عادة تشغيل الجهاز ما يحتاج تسوي الجيل بريك مرة ثانية مثل الجيل بريك السابق بلاك رين يحتاج انك اول ما تضفي في الجهاز ما يشتغل معاك يقول لك اشبك بالايتونز تشبك بالكميوتر تعمل الجيل بريك مرة ثانية عشان يشتغل معاك هذا طبعا ما يحتاج شغال على طول ولا فيه مشاكل كل واحد يدخل على السيدية وفيه شروحات برامج ثانية السيدية اول ما تشغله حيقول لك العيب الرئيسي للجيل بريك هذا انه ما يفتح اللي هو الشريحة ما يعمل اندلوك للاجهزة اللي انقفلة فهذا يستفيد منها اللي صاحب الجهاز صاحب الجهاز المفتوح رسمي اذا عندك جهاز مفتوح رسمي ممكن تستفيد من الجيل بريك هذا عساس تشتغل معاك شريحة اما اذا جهازكم قفل عساسا وتركب الجيل بريك علشان تسوي انلوك فالى الان لم يجد حل لهذه المشكلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته